مرحبا طلاب يومنا نرحل دكتور الاول والثاني مع الفارمان وهي الانتي افلاماتري دراج اول شي حتى نفهم شغلة الانتي افلاماتري دراج لازم نعرف شنوه الانفلاميشن وشون تصير الانفلاميشن هو عملية دفاعية يسويها الجسم حتى يتخلص من سبب الانجري هاية لما يصار عندي كومبليت هيلينج صار هيلينج عندي بالمكان يختفي الانفلاميشن يعني هذا الطبيعي انه ماكو انفلاميشن الطبيعي انه يصير وقت الانجري ويختفي بس اذا صار كرونيك وهاي ممكن يصير عندي اوتو امين ديزيز بالانفلاميشن جتي يصير اول شي تتوسع عندي الكابل الاري تزيد البرمائي بولتي تبدي هاي الاجسام تطلع عندي الليكوسايت اللي هي الويت بلد سيلز تجي وعدي اجسام راح تبدأ تتحفز حيزيد عندي انكريز بلد فلو وزيد الفلود تطلع مو زادت البرمائي بولتي الفلود راح تجي تطلع للتشو فحيصير عندي السوالنج حيبدي يصير عندي ردنس وسوالنج وهذا نتيجة البرمائي بولتي تزادت حيصير عندي تورم بالمكان من الانفلاميشن وبعد حيصير عندي اكسرافازيشن الليكوسايت حيصير تجي هذا المنطقة مع الاصابة حيصير عندي نتيجة وجود هاي الاجسام الخاصة بالانفلاميشن هاي راح تسبب لي ان من الالم و فيفر حرارة و تندرنس و سوالنج حيصير عندي تورم و احمرار منطقة الانفلاميشن الانفلاميشن يعني الحلوبي ان هاي ال ارسام الانفلاميشن هي لوكال بالمكان ما الانجري ما تصير بالجسم كله فلما يختفي المسبب ما الانفلاميشن يعني يصير هاي يختفي الانفلاميشن قدنا الانفلاميشن سنشرح الملزمة قدنا الانفلاميشن هو normal protective response من التشو نفسه حتى اندصر انجري بسبب physical trauma يعني مادة كيميائية micropologic agent مثلا bacteria virus احيه بدي تحفز هذا التشو يبدي يكون ل جسام تسوي الانفلاميشن بس لما يصير يروح نفس ما قلنا بعد قلنا مني يروح الاروتانس ويصير تشيرابير يوصل ل complete healing راح الانفلاميشن يعني نورمال هو يروح يعني يختفي يقول inappropriate activation of immune system can result on inflammation add immune بدي تدزيز قلنا اذا استمر عندي inflammation فهذا هو الطبيعي يختفي لما يصير الاروتان يروح يختفي الانفلاميشن بس اذا استمر اهنان صار عندي مرض مناعي فرح تبدي تتحفز اجسام مناعية عندي مثلا مثلا مثل المرض روماتود ايرثرايتس و autoimmune disease ستبدي تتحفز عندي الويتبلوس سيلز و الارسام الافلاميشن الباقية الاميون يعني مكونات الجهاز المناعي الباقية لما نتحفزت عندي الويتبلوس سيلز راح تبدي تسوي لي stimulation للتيلينفوسايت تيلينفوسايت راح تبدي شنو مونوسايت وماكروفيج هاي البرو انفلاميات راح تسوي لي راح تسوي لي راح تسوي لي مثلا لدينا تيومور نيكروسيس فاكتور تين اث ألفا وعادنا الانترلوكين وان هاي نيكوليش بوتينت واني يتروحان للساينوفيال كافتي يعني هو الساينوفيال كافتي في الجوينت بالجوينت هو بداية الملزمة شارح على الباثوفيسيولوجي في مال روموتايد أرثرايتس لما نوصل لأدوية الخاصة بالروموتايد أرد عيدها حسا متحف في ذات الودي بلاسيل وعندي بهذا هذا اللي هي تعتبر برو أرثرايتس راح تحفز التجمري تيومور نكروسيس فاكتور والانترلوكين وين بالساينوفيال كافتي احنا ساعدنا نحشي بالجوينت من هو روموتايد ارثرايتس نعرف وين بالمفاصل بعدين وهنا رح يصير عندي الدمار او يتدمر عندي جوينت مفصل and other systemic abnormalities وهي الخواص او المميزات الروماتيس راح نشوفها اضافة الى T lymphocyte activation B lymphocyte هم راح تتحفز واني اعرف اذا B lymphocyte تكونت فهنا راح يتكون عندي antibody واذا تكونت antibody خلص بعد يعني هذا الجسم قام يهاجب نفسه وما قدر اواء يعني مو inflammation ويروح له هذا autoimmune disease صار عنده antibody صار chronic الماكوثرة before rheumatoid arthritis قلنا anti-inflammatory and immunosuppressive agent اهنا ما راح تفيدني بس anti-inflammatory لازم اثبت المناعة يصار عندي antibody that modulate or reduce the inflammatory واضح لان هيا راح تفيدني هذا ال الادوي اللي تقلل المناعة راح تفيدني راح تقلل الinflammatory process with the goals of reducing inflammation and pain and helping or slowing disease progression هنا الهدف ماتي انه اقل الinflammatory اقلل الالم وابط من تطور المرض ما اخلي يطور وينتشر يعني اكثر الآن هنا مقدمة على rheumatoid arthritis سوف نعيدها بعديا بس لازم اشرح بالتسلسل لدينا البروستيجلاندين شيني البروستيجلاندين بروستيجلاندين هي unsaturated fatty acid من جاية drifted container 20 carbon وبيها cyclic ring structure okay this compound are sometimes referred to as eicosanide eicosanide هنه 3 شغلات اللي هي ثرمبوكسان الثرمبوكسان والإيكوترين والبروستيجلاندين هذاني 3 صحونة eicosanide الثرمبوكسان والإيكوترين وادنى الهيدروبيروكسي إيكوسيترانوكس الثرمبوكسي الثرمبوكسي إيكوسيترانوكس الثرمبوكسي الثرمبوكسان هذاني وصحون إيكوسانيب هايشنور are related lipids sensitive from same precursor as the prostaglandine and use interrelated pathways يعني هذاني كوليتين صحون eicosanide قلنا هن unsaturated fatty acid يعني مشتقة من unsaturated fatty acid وبها 20 carbon وتحتوي cyclic ring هزا synthesis ما للبروستيجلاندين بالبداية لما يصبح عندي محفز للإنفلاميش مثل الإنجري يتحفز منه التشو نفسه التشو هو فوسفو البد رح يفرز الفوسفوليباز A2 هذا إنزيم فوسفوليباز A2 فوسفوليباز A2 رح يتحول الفوسفوليبد إلى أركيدونيك أسد الأركيدونيك أسد أشرين كاربون fatty acid إذن هو المحفز للبروستاغلاندين هو الاراكيدونيك اسد عندي two major pathways in the senses of ايكوسينايد from arachidonic acid عندي سيكلو اكسيجينيز pathway اللي هو all ايكوسينايد with ring structure يعني اليكوسينايد اللي بيها ring structure جوية من السيكلو اكسيجينيز من اسمه سيكلو اكسيجينيز pathway البروستاغلاندين ثرمبوكسانز and prostacyclines are synthesized via السيكلو اكسيجينيز pathway يعني اللي كوترينز من غير pathway بس ذني من السيكلو اكسيجينيز pathway الان نشرح على الفيقر يتوضح اكثر the related isoforms of the سيكلو اكسيجينيز enzymes have been described يعني ادنى سيكلو اكسيجينيز 1 اللي وكوكس 1 is responsible for the fysiologic protection of prostonite ادن اني عندي كوكس 1 اللي هو housekeeping enzyme that regulate normal cellular process such as gastric cytoprotection vascular hemostasis platelet aggregation and kidney function يعني الكوكس 1 هو physiologic physiology موجود شي normal بالبديء يعني مقص نور انه عنده physiological events يعني هو بيفائد انه انا اما اريد اوقفه الكوكس 1 مفيد مثلا بالمعدة هو يزيد عندي الميوكس ما يخلي الاسد يزيد ويسوي ألثر مهم بال kidney function مهم بال plate late aggregation فهو عنده physiological rule كوكس 1 احتاج يعني الكوكس 2 cyclooxygen 2 لا يسوي إليفات protection of prostonite that occurs inside of disease and inflammation الكوكس 2 يتحفز بوجود الانفلاميشن يعني هو مو دائما موجود بس من يصر انت الانفلاميشن يتحفز الكوكس 2 بينما الكوكس 1 موجود احتاجه يعني سواء بالكدني او بالستومك وال الزيزلز بلايكليت احتاجه الكوكس 2 لا هو من يصر عندي inflammation يتحفز موجود الكوكس 2 بالبراين الكدني البون it's expression at other side is an increased tuning state of inflammation هو هم موجود الكوكس 2 بس يتحفز اكثر شي بال بالشسم بالinflammation لدينا ليبو اكسجيني باثوي احساب الفكرة تتوضح الفكرة احنا عدنا الاركيدونيك اسد B2 باثوي قلنا السيكلو اكسجينيز والسيكلو اكسجينيز B2 كوكس 1 كوكس 2 والاركيدونيك اسد الباثوي مواتة الثاني هو ليبو اكسجينيز باثوي اللي هو alternative يعني شي يختلف عن كوكس 1 كوكس 2 شي كون لي هذا ليبو اوكسجين او 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 حي كون لي ليكوترينز او لايبوكسين depending on الليكوترينز ما تتحفز يعني بالتهاب وشي هاي ليكوترينز اكثر شي تسوي لي برونكو كونستركشن يعني بجمعة الاسمة وهاي بس يعني احنا بال inflammation ما مو كل شي نركز عليها كوكس 1 وكوكس 2 هسا وضائف البروستو جلاندين في بدي هي الميتابول هي عبارة عن شنو قلنا هي عبارة عن unsaturated fatty acid تكون بها cyclic ring البروستو جلاندين and their metabolites produce endogenously in tissue إذن هي التشو هو دي كونها لما يتحفز بوجود الانفلاميشن إذن عدها تسوي لي control many physiological functions مثل acid secretion mucus protection in the gastrointestinal tract نفس ما قلنا تفيدني بالمعدة تفيدني بلوتيرين construction تسوي تقلص بلوتيرين رينال بلود كل واحد من البروستو جلاندين إلى وظيفة مهمة وأحتاجها وخاصة الكوكس 1 البروستو جلاندين are also among the chemical mediator that are released in allergic and inflammatory process يعني لها علاقة بالالرجic والإنفلامي وخاصة الكوكس 2 أكثر واحد يسوي لي inflammation وهذا الكوكس 2 intradermal intravenous or intra arterial injection of small amount of prostaglandine mimic many components of inflammation يعني أن البروستو جلاندين الهوى ضائف أحتاجها وخاصة الكوكس 1 اللي هو عند physiological rule بالودي وحتى الكوكس 2 أحتاج يعني إنو يتسوي الإنفلاميشن يخلصني من الرتنت أو المادة المضرة للدخل بس الأعراض التي تأتي نوية الإنفلاميشن البين الفيفر التي أريد أوقفها التي تصير بسبب البروستو جلاندين نفسها الآن لدي هذا الفكار سأتوضح به الفكرة أكثر شي الفوسفوليبد اللي هو التشو مالتين تكون الفوسفوليبد سيفرز أنزيم الفوسفولاي وعند الفوسفولاي الثاني لا علاقة بنا نجعل الأراكيدونيك أسد سيتحول إلى 5 ليبو أوكسجينيز و سايكلو أوكسجينيز الليبو أوكسجينيز لم يكن علاقة بهم لا أذكر أنه يشارح بالملزمة وهو علاقة بالبرونكو كوستركشن جمعته الأسمة أكثر شي عانون من من السايكلو أوكسجينيز ما لدينا هو هذا لدينا cyclic endoperoxide سيتحول إلى ذني البروستغلاندين اللي عدنا مثلا بروستغلاندين A2 عد حيسويلي vasodilator hyperalgesic يعني pain و platelet aggregation يقللها و عدنا الثرومبوكسان ثرومبوكسان يسوي من اسمه رح يسويلي الثرومبوكسان A2 ثرومبوتيك يسويلي خثرة ويسويلي vasoconstructor الثرومبوكسان A2 موجود بالplatelet بينما البروستغلاندين AI2 موجود بالتشو وعدنا بعد البروستغلاندين F2 alpha يسويلي البرونكو constructer وال D2 وال E2 طبعا أهم واحد بالإنفلاميشن هم البروستغلاندين E2 و هسنا نجي نعرف المكانيزم مات و شو يسويلي fever وبين و ذني مع العراض مع الإنفلاميشن هسا شنو اللي راح يحفز لي الكوكس 2 هاي مهمة عندي oxidative stress injury ischemia seizure اللي هو صرع و neuro degenerative disease يعني لما يصر عندي إنفلاميشن يجي تحافز الكوكس 2 و يسويلي يفرز هذه بروستي اللي يسويلي الإنفلاميشن بس أنا حتى أمنع الإنفلاميشن كله عندي منه البوتنس اللي يشترع الفوسفولايباز A2 هي الكلوكوكورتيكويد اللي هي الستيرويد راح تمنعه من الأساس من الفوسفولايباز تمنع الكوكس 2 الكوكس 1 و حتى الليكوتراينز كل تمنعهم الثاني عندي قلنا بالأراك كذونك أسد عندي 2 باثوي كوكس 1 كوكس 1 كوكس 2 تشتغل عليه 2 هن الان ستيرويد الان تفلامي راق نان سيلكتف يعني بس الكوكس 2 عندي أدوية اللي هي سيلكتف كوكس 2 ان هبترز تشتغل بس على كوكس 2 أساني عندي بروستي جلاندين ستتكون بالكوكس 1 وعندي بالكوكس 2 تتكون بروستي بروستي جلاندين بالكوكس 1 قلنا عدها فسيولوجي كالرول بالبطية أنا أحتاجها والبروستي جلاندين الموجودة بالكوكس 2 يعني هي اللي راح تتكون الانفلاميشن فان الادراج اللي يشتغل على الكوكس 1 والكوكس 2 مثلا الاسبرين راح توقع من عنده side effect مثلا ال gastric ulcer اللي هو راح يمنع البروستي جلاندين المفيد اللي أنا أريد بالمعدة بينما الكوكس 2 راح يغلق الselective cox 2 inhibitors هتشتغل بس على الكوكس 2 يعني أتوقع من عندها انه side effect مالتها أقل بس مو معنات انه هي ما عدها side effect لا هم عدها بس ما راح بتقلل البروستي جلاندين اللي المفيد اللي يعني عريضة هالأخر شيحات على البو اكسجينيز pathway لدينا هو membrane phosphol epilipids راح تحول بوجود البو phosphol ribase a2 الى arachidonic acid وال 5 libo ox هم انزيم يتحول الى lycotrin اللي حتسوي لبرونكو construction اكو معلومة ما قلنا انه هاي البروستي glاندين تعتبر autocrine و paracrine يعني تنفرز وتشتغل بنفس المكان يعني locally تشتغل locally مو مثل الاندو crine اندو crine هي الهرمون تنفرز من المكان تشتغل على كل الجسم بس هي البروستي glاندين تعتبر autocrine و paracrine راح تنفرز من التشيو نفسه من نفس المكان اللي صار ب injury وتشتغل على نفس المكان هسا نسايد اللي non-steroidal anti-inflammatory drugs اللي نسايد اكلود اتراتيشنال non-selective drugs and the subclass of selective cyclooxonease cox-2 inhibitors عدها هذا الاخشن الان اللي non-selective والselective cox-2 راح عدها نفس الفنكشن او الاخشن اللي راح نشوفه الانت anti-inflammatory هي من اسمها analgesic مسكنة وantibyrotic anti-inflammatory يعني خافضة للحرارة anti-inflammatory شون تشتغل anti-inflammatory عن طريق انه تسوي inhibition cox-1 او cox-2 و تقلل brostaglandine تسوي inflammation analgesic هي من قللة brostaglandine قللت الاحساس بالألم فخففت للألم anti-inflammatory انا عندي واحد من البرostaglandine مات اسمه brostaglandine e2 هذا من راح يحفز احنا مو قلنا بالinflammation تتحفز عندي الجسم الجسم الحرارة وهي صارت عندي fever فالanti inflammatory drag راح من تقلل هذا brostaglandine e2 راح تقلل الحرارة النسائد 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 يعني مو 1 و2 إنما هو الكامل اللي يشي سوي catalyze the first step in prostaglandine biosynthesys إذن هو أول step بتخليق prostaglandine this lead to degrees prostaglandine synthesis with both beneficial and unwanted effect إذن من غلقة cyclooxygenase enzyme غلقت أو سويت inhibition للمفيد والماردة فراح المفيد اللي هني يحتاج فحس ست decide إفه هسه راح نحن نحن الاسبرين اللي هو أكثر واحد حاجة علي الاسبرين أذر نفس الشغل تقريبا الاسبرين can be thought of as a traditional نصيد يعني هو الترادشنال مالتهم الأول مالتهم but it's except anti-inflammatory activity only at relatively high doses that are rarely used إذن الاسبرين هو صحي طول ك anti-inflammatory بس يحتاج high doses يمكن توصل 1 gram بال dose الوحدة بس علا مو يشتغل ك anti-inflammatory it is used more frequently at lower doses to prevent cardiovascular events such as stroke and myocardial infarction إذن إذن آني اللي استفادوا من الاسبرين يستخدموا كanti-platelet بس باللوار دوز مثلا 75 و 80 اللي يشل لن هو رح يعني يسوي inhibition للبروستي glándine اللي يسوي لي platelet aggregation من هو الصحول anti-platelet فرح يمنى عنه تتكون خثرة وخاصة بال patient اللي يعدهم cardiovascular event حتى يمنعها مثل stroke والأمآي حتى ما تسرعدهم خثرة أو جلطة والاسبرين is often differentiated from other nesides since it is an irreversible inhibitor of cyclo-oxygen activity إذن الاسبرين يختلف عن النسايد الباقية أنه ارتباط بالإنزايم يكون irreversible يعني يحتاج على الأقل لسبوع يلا يرجع الإنزايم يشتغل طبيعي فالأشخاص اللي ياخذون أسبرين إذا عندهم عملية لازم يقول لك اقطع الأسبرين خلال أسبوع يلا يسوي العملية لأن رح يسوي له bleeding لأن هو ارتباط بالإنزايم يكون irreversible عكس النسايد الباقية اللي يكون ارتباط ها irreversible قلنا ارتباط الأسبرين اللي هو weak organic acid من هو اسم مادة steel salicylic acid فهو weak organic acid رح يرتبط irreversible بالإنزايم اللي هو COX 1 و COX 2 2 2 هو non selective عكس الضغل على cyclooxygenase كله كنت ارتباط irreversible حيسوي astylate للإنزايم في يخلي inactive عكس النسايد الباقي يكون ارتباط ها reversible هذا الأسبرين عند steel group رح تبدأ تتحول للcyclooxygenase حيصر عند steel group ويصر inactive نسايد including aspirin عدها 3 major therapeutic action أول شي reduce inflammation وعرفنا أنه تقلل البروستي glanzine فيقلل inflammation pain analgesic effect fever antibiotic effect نفسها و however not all نسايد are equally effective in each of these action يعني مو كل النسايد رح تشتغل بنفس المستوى لأنه أكو يعني النسايد تشتغل يعني بشو نقول مستويات مختلفة على الأنزيم بعضها يميل للكوكس 1 أكثر يعني مستويات مختلفة من نسب مختلفة عندهم من أنه يسايد الانهيبشن للكوكس 1 وكوكس 2 ساعدنا الاخشن بال اللي رح يساويه الاسبرين على النسايد أول شي anti-inflammatory effect المستويات قلنا هم ما يساوي الانهيبشن للساكل وكسجنيز رح يقللون فورميشن للبروستوغلاندين وخاصة بروستوغلاندين E2 ليش؟ لأن E2 رح يساوي لأكيوت انفلاميشن يروح يساوي يساوي اكتيفاشن للمستيل مستيل اذا صار بيها اكتيفاشن رح تطلق اللي كترا يزلي بها البروستوغلاندين E2 يساوي اكتيفاشن عن طريق EP3 receptors يساوي اكتيفاشن للمستيل وتطلق اللي كترا انزمالتها ويساوي الانفلاميشن الاسبرين انهبت انفلاميشن ان ارثريتس ب رموتاد ارثريتس ب اي 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 disease nor induced remission يعني هو مو كلش قلنا الاسبرين يشتغل كanti inflam inflammatory هو صح رح يثبت يعني يوقف الانفلاميشن بس المرض رح ما وقف المرض هو بس سكن الالم لذلك بل رموتاد ارثريتس سنستخدم ادوية قلل يعني تسوي انهبشن لل immunosuppressant يعني تقلل المناعة بالنسبة للانالجيسيك اكشن بروستغلاندين اي تو رح انهو سنستيز يعني نرف اندين هيخلي هاي نرف اندين العصاب موجودة خليها تتحسس لعمل البرديكاينين الهستامين and other chemicals mediator released locally by the inflammation process يعني هسه اني مو البروستغلاندين اي تو رح سو اكتيفيشن للمستيل وطلعت عندي هاي الكمي منعدها اللي هي بريديكاينين هستامين الاعصاب الموجودة النرف اندين الموجودة هناك هيخليها تتحسس للاكشن مع البرديكاينين والهستامين فهي تشي ديصر عندي الباين ف الانفلاميشن ديصر هاي الكمي تنفرز بشكل locally بال الانفلاميشن process من سوالها اكتيفيشن الماسي البروستغلاندين اي تو حفظ سوى شنو هماتين خلى نيرف اندين زيد حساسيات هاي الكمي ميديايتر فصار عندي الباين بتلقائيا من منحة البروستغلاندين اي تو تخليقة يعني منحة هذا الاحساس بالألم او قللته الكوكس لنه الكوكس هو مو بوطنس لي او اللي هو مسؤول عن انه يسوي لي انفلاميشن والي يسوي لي باين ويسوي لي فيفر مو الكوكس وان فشغلها كأنو بيكون النهي تسوي انه بيكون النهي نو سنجل نسايد هاز ديموسترات سوبر افكسي افر انا يعني ما كو نسايد افضل من غير كل هن النفس الشغل and they are generally considered to have افكسي افكسي اذا هن تشغل هن كأنال نفس الشي كل هن يسوي انطين انطين انالجيسي افكسي وكلهن anti-inflammatory ما كو واحد افضل من الثاني deniside are used mainly for the management of mild to moderate pain arising from musculature musculature disorder one exception is ketorolac which can be used for more severe pain but for short duration يعني يقول هنا ان النسايد اقدر استخدمها بال mild to moderate pain يعني الالم البسيط ما يبدى من muscle skeletal disorder اللي هو العلم بالعضلات وهيج ما عدا الكيتور اللي هو drug non steroidal antiflamatory ف نستخدم بال severe pain بس مشكلة انه short duration يعني العلم السفير pain بس short duration هذا exception هو الكيتور لك ممكن يعني هذا سؤال بعض الفيقر لدي شرح لي خاصية ما او الافكت ما الانالجيسيك قلنا اول شي local stimulation of pain fiber enhanced pain sensitive من لما البرستغلان دون بدا يزايد حساسية النرف ending عندي hyper الجيسية اللي هو الالم راح تتحسس عندي العصاب موجودة بالسفينال كورد allowing of the threshold of the nociceptors معناها انه هاي ال nociceptors اللي هي السبترات الخاصة بالألم راح تتحسس اكثر للألم وترسل يعني اعازات و هاي انه صار عنده هنا انفلاميشن فيزيد الألم اكثر بالنسبة للانتيبيراتيك اكشن فيفر اكار فيفر اكارز وين ده ست بوين اف الانتيريار هايبوثالاميك ثرمو اه رجولاتري سنتر هاي المنطقة از ايليفيتد اهنانا بالانتيبيراتيك اكشن جنة من صار انفلاميشن انتحفز الانتيرلوكين 1 وال التيريار نكروزفاكتر ذني سوى وخاصة الانتيرلوكين 1 مثلا ضح على الكوكس 2 راح للتشو ويريد كوكس 2 يقول لي سوي لي كوكس 2 بالكوكس 2 من راح يتحفز من راح يتكون كوان البروستيجلاندين اي 2 بروستيجلاندين اي 2 يروح على هاي المنطقة بالهايبوثالاميك اللي هي سيت بوينت يقولها يعني ينطيها اي عاز وانترفع درجة الحرارة فهنا ديصير عندي الميكانزم من شون ديصير عندي فيفر ثاني اذا منعت انه تكوين او تخليق البروستيجلاندين اي 2 راح امنع هذا الانو يروح على الهبوثالاميك راح امنعها فلصر عندي الانتي بارتك الاكشن الانو يروح على الاركوكسجنة وبعد ينطفر على الميكانزم مال الحرارة احنا حتنا على انو شون ديسوي هالبروستيبراندين اي 2 انو شون ديسوي الفيفر هو يعتبر اندوجينيوس فيفر بروتوسينج ايجينس يعني بايروجينز احنا عدنا بايروجينز 2 اندوجينيوس اكسوجينيوس الاكسوجينيوس هي مثلا بكترية تدخل للجسم يتحفز الجسم انو يسوي يعني فيفر انو اكول تهاب دخل بكترية بس اندوجينيوس اللي هو الاندوجينيوس فيفر بروتوسينج ايجينس البيوروجينز الاندوجينيوس مالتنا هنا هو السايتوكاينز السايتوكاينز اللي هي جتي من الويت بلاسيل اكتفيتد باي انفكشن او هاي بارسنسيفتي ماليجنانسي او انفلاميشن هاي دني الانفكشن هاي بارسنسيفتي ماليجنانسي انفلاميشن حفزت منو الويت بلاسيل الويت بلاسيل شنو صوت لي طلعت لي سايتوكاينز هاي السايتوكاينز اعتبرها اندوجينيوس فيفر بروتوسينج ايجينز هاي سايتوكاينز مثلا الانترلوكينيوس راح يروحان على منو جنالكوكس 2 كوكس 2 راح يكون منو بروستغلاندين اي 2 اللي هو اكثر واحد يسويلي او هو اللي سويلي الفيفر لوح الهايبوثلاميك الستبوينت الموجودة هناك يقولها رفع الحرارة المسايد الشون دتسوي لوار بدي تيمبرتش الانبايشن وث فيفر باي منو البدن يعني راح تقلل البروستغلاندين اي 2 سنتيسز والرليز متى فالثيرموستات راح ترجع لي النورمل لان ماكوش يحفزها فترجع النورمل this rapidly lowers the body temperature of febrile patients by increasing heat deception through peripheral vasodilation and sweating and sweating ستبديد تنخفض درجة الحرارة ماتين وسعند vasodilation والتعرق this side have no effect on normal body temperature يعني هي يعني ما راح تقلل درجة الحرارة تحت النورمل انما ترجحها للنورمل بس انه يعني تحت السبعة وثلاثين ما تنزل بس لما ترتفع درجة الحرارة لا هنا ترجحها للطبيعي فممكن تجينا سؤال النسايد can affect normal body temperature ما لها علاقة بس اذا صارت عندي فيفر هي تنزله الثرابيوتيك يوزيز اوف نسايد راح نقدر نستخدمها هي من اسمها canteenflammatory وانالجيسيك يعني راح نستخدمها بتريتمانت الاستيارثرايتس هو من اسمها يعني اكولتهاب القوت لنقرس سماتي التهاب اروماتيج ارثرايتس والكمان كوندشن اللي تحتاج requiring الانالجيسية مثلا عندنا الهدك dysmenorrhea, malaysia, arthralgia اي كوندشن تسوي لي الم او inflammation يقدر استخدم النسايد كأنالجيسيك وانتيفلامياتي combination of opioid and nesai may be effective in treating pain caused by malignancy يعني بحالات الماليقنانسي اللي هي الاورام الاريد هنا حيكون severe pain نعرف ان النسايد كأنالجيسيك هي mild to moderate فالاوبيويد هنا راح تجي وياها هماتين أنالجيسيك حيزيد الافكتيف ما الانالجيسية تكون combination كلش افكتيف حتى عالجون severe بين الموجود هنا كأنالجيسيك كما للأوبيويد تأثير anti-inflammatory راح نشوف التأثير ما التى anti-inflammatory بال higher doses يعني بالجرعات العالية مثلا كأنالجيسيك لدينا 325 ميلي جرام asperine يلا أشوف الانالجيسيك والanti-inflammatory activity بالنسبة للأسبرين هو يعتبر weak يعني analgesic مقارنة بالنساعد الباقي ينه يحتاج جرعات كلش عالية يلا يشتغل كالانالجيسيك و anti-inflammatory الانتي باريكيوس أدنا asperine ibuprofen antinaproxene may be used to treat fever يعني نستخدموهم بعلاج الفيفر الاسبرين should be avoided in patient less than يعني عمرهم 19 سنة with the viral infection such as varicella chicken box or influenza to prevent ray syndrome إذن a contraindication للأسبرين يعني الpatient اللي عمرهم أقل من 19 سنة ما يصير أنطيهم أسبرين هي صير عندهم الرئي syndrome هي ما معروفة شو انده صير بس شافوا انه هي تصير بالأشخاص اللي هما أقل من 19 سنة وهي صير بس تصير فلمن هباتايتس و السيربرال أوديمة أوفن ليدن تو ديث بس يعني راح تسوي التهاب بالكبد كرش قوي وأطيما بالدماغ يعني مثل الجلطة أو الشوك أو الستروك هتصر هناك أي شيء أثر على الدماغ يعني قبل ديث فحنا ليش نبع بهاي المشكلة فقالوا الاسبرين هو الاسبرين اللي عمرهم أصغر من 19 سنة ما نمطيهم اسبرين لأنه احتمال احتمال لأنه سردهم الرأي سيندروم الاسبرين ك كارديو باسكولار أبليكيشن هو يستخدم ك أنتي بلايليت عرفنا ليش لأنه راح يرتبط الريفيرس بال ب الكوكس وان الكوكس شنو يمطيني عندي الكوكس وان يطلع من الثرومبوكسان A2 ثرومبوكسان A2 شي يسوي يسوي لي فازو كونستركشن ويسوي لي بلايتلايت اجريكيشن يعني يخلي البلايتلايت تجمع يعني تسوي لي خثرة مثل الخثرة ويسوي فازو كونستركشن فيزيد الخطر لأنه يصر عندي جلطة خاصة بالأشخاص المعرضين لأنه سرعة هم جلطة فأني أستفاد من الأسبرين ورح يرتبط بشكل irreversible بالكوكس وان اللي يطلع من عنده الثرومبوكسان A2 فرح يقل عندي السينثيس للثرومبوكسان A2 فيقل عندي الفازو كونستركشن يعني حيص عندي فازو ديليشن ويقل البلايتلايت اجريكيشن فيصحوله anti-platelet افكت اي ف حيمنع عندي نصير عندي هاي الخطرة وال platelet اجريكيشن شكتي يستخدم الاسبرين كanti-platelet باللو دوز 75 الى 162 ميلي جرام الكامل انه يستخدم كanti-platelet يعني 81 ميلي جرام يستخدم كprofilactic to reduce the risk of recurrent cardiovascular events يعني انه يمنع انه شخص تتكون عنده خثرة يتكون عنده جلطة هاي تويلا مثلا MI تكون الترانسينت ischemic attack مثلا عند angina stroke and death in patient with a history of previous MI TIA اللي هي ischemic heart disease و stroke يعني اي patient يشوفون انه عنده MI history انه ممكن يصير عنده MI مستقبلا او عنده angina عنده اي 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 الامراض ينطو aspirin كبروفيلاكتك حتى ما تتكون عنده جلطة او خضرة بعد الحاجة اي الامراض انه اي 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 انه اي انه اي تتكون تجمع عندي ال plate لات مو لفترة معينة لازم انه اي 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 لديه بلايت لتصنع جديدة و هم تسوي للجميع فلازم يظل البيشنت مستمر على الأسبرين حتى هذه الجديدة التي تكون لها بلايت لتصنع جديدة خاصة باللي عندهم AMI يعني كارتو فاسكولار جزيز يعني كرونيك أسبرين is also used acutely to reduce the risk of death in acute AMI يعني الاشخاص عندهم myocardial infarction عندهم هاي منطقة بالارتري تكون ميتة أو يعني بها خثرة وغاية يعني ما رد أزيد الwork على القلب ما رد هاي المنطقة تموت أكثر ما رد يصير المرض الAMI يعني يكثر أو ينتشر أكثر فينطوهم أسبرين and inpatient undergoing certain revascularization procedures يعني مثلا شخص يحط يعني هذا الصمام قلب صناعي أو مثلا يحطوا لهم أشخاص يسولهم تبديل مفصل فهذا يعني يعتبر جسم غريب يعني شي غريب دخل الجسم فالجسم يبدي هاجم يكون خثرة أو شي فعني ما رد هاي الأشياء فينطوهم أسبرين حتى ما تتكون هاي الخثرة أو شي وتسبب لي يعني complication أنا ما ردها هذا الفيجر دي وضح أنه ثرومبوكسان A2 شون دي تكون ثرومبوكسان A2 عدي الممبراين فسفوليبيت تحول إلى أراكيدونيك أسد عرفنا شلوان من الأسبرين رحيم نعمنه السايكلو أكسجنيز 1 اللي دي يطلع من عنده ثرومبوكسان A2 فهو من الأراكيدونيك أسد كوين بروستيجلاندين H2 من عنده ثرومبوكسان A2 الاسبرينشون دي يطلع دي يمنع السايكلو أكسجنيز 1 اللي 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 دي يحول لي الأراكيدونيك أسد اللي اللي بروستيجلاندين إلى ومنعدها إلى الثرومبوكسان A2 فهي تيمنع لي أنه يتكون الثرومبوكسان A2 اللي هو دي يسوي لي بلايكليت اجريكيشن هاي بالكارديوفاسكولار إذا اكسترنال أبليكيشن سالسليك أسد يعني هو الاسبرين استيل سالسليك أسد يدخل الجسم يتحول لسالسليك أسد هم قبل كانوا يعني المادة اللي اكتشفوها هي سالسليك أسد يعني اللي تستخدم كالمادة الفعالة أو فانكشنال جروب اللي هي المسؤول عن الفعالية بس السالسليك أسد يعني مادة كل الش يعني تسوي أرتنس للستومك وما يتحملها الواحد يعني قبل ألثر ويعني الأدفرس أفكت هواية فضافوا له مجموعة يعني قروب الأستيل سووا أستيل سالسليك أسد صارت الأدفرس أفكت يعني أحسن شوية يقدر واحد ياخذها أورال بس الاسبرين من يدخل الجسم يعني هو تابلت أستيل سالسليك أسد بتدخل الجسم تتحول سالسليك أسد يعني هي اللي هي المسؤول عن الفعالية كتوبيكال يعني على الاسكين أو هاي نقدر نستخدم السالسليك أسد يعني هو يعني مادة فعالة واني أحتاجها مفيدة فتوبيكال ما راح أشوف هاي الأدفرس أفكت مثلا الألسر السالسليك أسد